تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمدال خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات وزيادة انسيابية الحركة المرورية في عدد من الشوارع الرئيسية في المملكة افتتحت وزارة الأشغال وشؤون البلاديات والتخطيط العمراني اليوم المرحلة الأولى من مشروع تطوير تقاطع شارع الغوص في مدينة المحرق والمتمثلة في توسعة الجزء الممتد من شارع المطار باتجاه المنامة بإضافة مسارين على الشارع لزيادة انسيابية الحركة المرورية للقادمين من المحرق والمتجهين إلى البسيتين أو عراد وجسر الشيخ حمد كما تم إنجاز 30% من المرحلة الثانية للمشروع المتمثلة في الجزء الممتد من شارع جسر الشيخ عيسى باتجاه المحرق ومن المتوقع انتهاء العمل مع نهاية شهر أغسطس القادم ويتم تنفيذ مشروع تقاطع الغوص وفق خطة قصيرة المدى تضم 11 مشروعا عاجلا كجزء من خطة أشمل لتوسعة شبكة الطرق بقيمة إجمالية تبلغ مليار ومئتي مليون دولار أمريكي ضمن برنامج التنمية الخليجي خلال عامين نحن الآن يعني وقفين على تقريبا على منحدر جسر الشيخ عيسى ومحافظة المحرق يعني أنا أتكلم بالعموم تشهد يعني نهضة كبيرة وطبعا رؤية القيادة اللي يعزهم يعني لهم الشكر والمحبة والولاء من أهالي المحرق يعني نظروا نظرة ثاقبة خاصة يعني صاحب السمو ولي العهد بمتابعته لأمور أهل المواطنين وشكاويهم وخاصة للشبكة للمحيطة بمطار البحرين دي باشر يعني أكثر من يعني طاقة الآن مرة ومرتين يعني كيف تستوعبها المسافرين والمغادرين إلا بشبكة طيبة وهذه الآن اللي احنا فيه هاي ضمن الخطة بتوسعة الطرق المؤدية إلى المطار وكذلك النزول من جسر الشيخ عيسى احنا هم شي عندنا المسافرين والقادمين نحن يعني نوسع لهم نباشر على يعني مشارف مستقبل سياحي لابد هذه ضمن الخطة ذي نحن نوسع شوارعنا نبني الفنادق والسواحل كل هذه خطة متكاملة برؤية صاحب السمو ولي العهد والقيادة العزيز إن شاء الله وأنا أقول مشكورين وإن شاء الله اليوم يعني الناس بتفرح بفتح هذه هالطرق وهالشوارع دي الجميلة إن شاء الله وهالمحرق السنسون وبقية المحافظات بعد كذلك